الموجود من الخدمات العراقية مصبمة على 20 مليون مواطن واليوم العراق 40 مليون آخر تخطيط على الأحصاء عام 1987 عندما قام هذا الأحصاء كان العراق 17 مليون فرسمت الخطة عام 1987 لإنشاء خدمات على 20 مليون عام 1997 عندما جرى الأحصاء لم ترسم خطة في حينها بسبب الحصار وأمكانيات الدولة العراقية فبقت هذه الخدمات تقدم لـ 20 مليون اليوم العراق 40 مليون وتخطى حاجز 40 مليون فهذه الخدمات لم تستطع تستوعب نضمنها المستشفيات لا تستوعب هذه الأعداد نتيجة التزاخم ونتيجة الكثافة إضافة إلى شيء آخر أن النظام السياسي ما بعد 2003 لم يأتي نظام مهني استطاع أن ينظر إلى المشكلة وأن يصف المشكلة في العراق النظام السياسي جاء بعد 2003 نظام محاصصي مثل ما تفضل أستاذ صلاح ومراكز قوة نظام دولة مراكز قوة وليست دولة قرار لذلك لم يستطع النظام ولم تستطع إدارة الدولة وأصحاب القرار في الإدارات العلية أتخاذ قرارات أو وضع خطة لبناء خدمات أو تطوير الخدمات الموجودة اسمح لي سيد هماشي لكن دكتور صلاح يتحدث عن مبدأ آخر يقول منا مدير ومنكم مدير يعني من هذا التكتل الحزبي مدير لهذه المستشفى وربما حتى وكيل وربما حتى ممرض لا لا إلى أبسط موظف نعم صحيح إلى أبسط موظف الدولة العراقية هو يجب أن يسيس اليوم حتى التعيينات بالدوارد الدولة تكون عن طريق الأحزاب المنتسب لهذا الحزب يعين المواطن الغير منتسب لحزب وليس من أنصار حزب لا يعين بوظائف الدولة هذه حقيقة يعني نتكلم بها حقيقة لأدق الأمور يعني هذه واسطة لهذا المستوى وماذا عن المرضى يا سيد هماشي لو كان الحال وهكذا يعني هل المرضى كذلك يصنفون حزبيا من هو في حزب ما يعالج ومن ليس ينتمي إلى حزب ما يعالج إذا كان في حزب يعالج خارج البلاد يعني يرسل لها خارج البلاد وهناك في وزارة الصحة كثير من الأشخاص موظفين في الدولة ومسؤولين وسياسين قد ذهبوا وتعالجوا على نفقة الدولة العراقية في خارج العراق يعني هذا ما يحدث أما المواطن الفقير فيذهب إلى هذه المستشفيات التي عبارة عن مسالخ حقيقة متردية لأبعد الحدود والذي يملك المال يمكن أن يعالج نفسه خارج بلاد السياسيين والمتسيسين يتعالجون خارج بلاد ولو تذهب يعني أنا ذهبت تعالجت في الهند وفي لبنان وشاهدت العراقي من أستاذ صلاح أيضا يعني حاضر هذا الشيء كثير من المستشفيات بل وحتى توجد في العراق هناك بعض المؤسسات المدنية التي تقدم خدمات طبية خارج العراق تسفرك وتقوم بعلاجك مقابل ثمن وأكثر ما يذهب إليه العراق هي الهند وتركيا ولبنان هذه الدول الثلاثة يتعالجون فيها هؤلاء بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للميسوريين وبالنسبة لذي يمتلكون الأموال الذي لا يمتلك الأموال فيذهب إلى هذه المستشفيات التي هي عبارة عن مسالخ بهذا الشكل النظام يتعامل مع الحكومة العراقية تتعامل مع النظام الصحي بالعراق هو حال حال المؤسسات الأخرى التربية والمالية والتجارة والصناعة وهكذا لكن ما يخصنا اليوم وزارة الصحة وما تشهد وزارة الصحة اليوم من تراجع في الخدمات والحراق التي تلتهمها هذه لا أعتقد بسبب عفوي هناك أسباب هناك دوافع أيضا من جهة سياسية وهناك أهمال المدير والمسؤول هو مسدود من حزب لا يهتم ولا يراجع ولا يدقق ولا يراقب ولا يخطط كان مفروض المدير هو واجب التخطيط لا يخطط لمستقبل والحفاظ على هذه المؤسسة هو يقضي يومه ويحسب إراداته من الرواتب والمكافآت والامتيازات والكوميشينات التي ممكن يستفاد منها بهذه الشكل تدار المؤسسة الصحية لذلك نشاهد المؤسسات الصحية عبارة عن مسالخ أو عبارة عن محاجر فقط وليس هناك علاج فيها